قبل فترة تقول أحد الأمهات يا إبراهيم أنا نخيتك بعد الله جل وعلا قلت سمي يا أمي آمري قالت عندي ولد عمره ثمانطعشر سنة أقول له صل ما يصلي وأنا خايفة على نفسي من النار ما ودي يوقف قدام الله ويقول يا ربي عذب أمي لأنها شافتني أنام ما صحتني للصلاة تقول أنا خايفة من الله هل يعذبني الله جل وعلا قلت يا أمي ابشري أنت تبذلين الأشباب والهادي هو الله قالت كيف قلت قلب حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم تألم على من على عمه أبو طالب وقف على راسه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجج لك بها عند الله أحاجد بها لك عند الله فحاول الحبيب ولا زال يحاول صلوات ربي وسلامه عليه يا شباب لا تنسون الصلاة والسلام عليه هذا حبيبنا هذا قرة أعينا نفديه برواحنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وابناتنا طب تحيا وميتا وميتا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك ولا زال الحبيب يحاول حتى أنزل الله بعد أن قبض على غير لا إله إلا الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عندها بكى حبيبنا يا شباب صلوات ربي وسلامه عليه لأن الرجل الذي وقف معه في شدة المواقف مات وتركه وحيدا بكت الأم قالت يا شيخ مهب هذا اللي بقول لك عنه قلت يا أمي يا أمي ادعي له قالت والله ما بسطت سجادتي إلا وأدعو له لكني خايفت إن الله غاضب علي وما يستجيب دعاي أجبتها فقلت يا أمي أنت تدعين ربا كريما ربا رحيما أجملي في الطلب وأبشري والهداية من الله جل وعلا قالت صدق يا شيخ له الآن فترة يدخل علي يدخل علي ما يسلم علي تدرون ليش لأنه يقول له صل لأنه يقول له صل يمر علي العيد والعيد ما يذكرني ما يسلم علي يا حبيبتي يا أمي كم آديت كم جرحت كم سهلت من أجلي كم تحملت من أجلي وها أنا ذا أذيك تقول يوميا أن تضره عند الباب حتى أني أضمه لصدري تصور يدخل ما يسلم عليه تقول والله ما ودي أدعي عليه ما ودي وديه الدعاي أخاف أنه ما يتوفق وأب يقول يا شيخ الله يلومني يوم أدعي على ولدي قلت ليش يا بوي قال توفت أمة كنت معاه في البيت جاه الأولاد ورزقها الله ببنات تدري يا شيخ وش يسوي وش يسوي يا أبوي قال والله إذا مني دخلت البيت وسلمت على عياله قالت زوجته لا تسلمون عليه خاف يعديكم أخاف يعديكم تركني والله إني أنام بالحالي وأتغدى بالحالي وأتعشى بالحالي يطلع يتمشى ما يمر يسل عني ليش يا شباب هذا جزى الوالدين ورب عز وجل يقول وصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي حسن أديته الوالديك أي خير أديته الوالديك قلت يا أبو يصبر قال والله أني أمرض ما عندي أحد وتوجع ما عندي أحد كيف تبيني مدعي عليه قلت يا أبو يدعي له بالهداية بعد فترة بعد فترة اتصلت على جوال هذا الأب رد الإبن فقلت وين الوالد قال الوالد يطلبك الحل الوالد يطلبك الحل يا محمد وش تقول قال الوالد يطلبك الحل لكن اللي قطع قلبي أنه قال رح يا محمد والله ما أسامحك في الدنيا ولا في الآخرة وأنا اليوم ضايقة في الدنيا يا شيخ بالتوبة يا شيخ بالتوبة أي ألم أي ألم أي وجع أي حرقة يجدها الواحد منا في قلبه